اشتركوا في القناة الملك احمس حطيته في اول عصور الدولة الحديثة عصر الدولة الحديثة بيبتدي طبعا بالملك احمس الاول وبيسمى بعصر المجد الحربي عندي الاسرات بتاعته من الاسرة 18 للاسرة 20 بدأ عهد الملك احمس بعهد المجد الحربي واتجه الى الجنوب ليفضي على الاضطرابات هناك طبعا قام باصلاحات داخلية عديدة بدأ طبعا في تكوين جيش قوي ليحقق انتصاراته وطموحاته ضد الهتسوس كون امبراطورية واسعة في مواجهة اي اخطار سواء كانت داخلية او خارجية عشان كده كان تكريم الملك احمس ببدايته في عصر الدولة الحديثة تميز هذا العصر بتكوين اكبر امبراطورية مصرية واسعة خاضم لك حروب دفاعية قوية زي الملك تحطمس الثالث ورمسيس الثاني تعادي كده بقى يا مسئوليلي الملك تحطمس الثالث عمل ايه والملك طبعا رمسيس الثاني عمل ايه الملك تحطمس الثالث انتصر على حلفائه في سوريا بقيادة امير قادش في معركة سميت باسم معركة مجدو سنة 1479 قبل الميلاد ده كان الملك تحطمس الثالث الملك رمسيس الثاني خاض في اسيا معركة قادش سنة 1274 قبل الميلاد المعركة دي ياولاد كانت ضد الحيسيين وانتهت طبعا بعقد اول معاهدة سلام في التاريخ ما بين الطرفين تميز هذا العصر بإصدار القوانين والتشريعات على يد الملك مين؟ حور محب حور محب ياولاد ابتدى يصدر قوانين عشان يهدي شوية من الفوضى اللي حصلت في عهد الملك اخناتون عن طريق اصدار القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار الداخلي ومن ثم عادة الامن الى البلاد مرة اخرى ستة العصر المتأخر العصر المتأخر ده ياولاد بيختلف انه هو او بيعتبر انه هو اكبر عصور مصر القديمة بيمتد من الاسرة الواحد وعشرين حتى الاسرة الثلاثين اتسم هذا العصر بالضعف معدى فترة قصيرة بنسميها بفترة عصر النهضة ودي كانت في الاسرة الستة وعشرين وكان من اشهر حكامها الملك ابسماتك الاول وابنه نخاو خسرت البلاد كل ممتلكتها في الخارج وسيطر عليها الاحتلال الاجنبي بدايا طبعا من الاحتلال الفارسي اللي هما الفرس وانتهى بالاحتلال اليوناني وده كان اخر عصر من عصور مصر القديمة لعصر المتأخر يا ترى كده شكل خصائص الحضارة المصرية القديمة كانت عاملة ازاي؟ يعني بعد ما درست شكل الملامح كلها شكل خصائص الحضارة المصرية القديمة كان عامل ازاي؟ قال لي اول ميزة من مميزات الحضارة المصرية القديمة الاستمرارية استمرت الاف السنين دون انقطاع اتنين الاصالة الحضارة قامت على عقول وجهود المصريين بعقل المصريين يعني يا ولاد تلاتة التواصل الحضاري لم تكن الحضارة المصرية منعزلة بل نشرت العلم والمعرفة وتأثرت بالحضارات الاخرى سواء اللي كانت موجودة في الشرق والغرب ده اكبر دليل على ان كان فيه تواصل حضاري ما بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات الاخرى التدين الحضارة المصرية القديمة من اقدم حضارات العالم اهتماما بالدين وهتلاقي ان المصري القديم اكتر حاجة كان بيميل لها هي الدين القدم من اقدم الحضارات فتاريخها بيرجع الى اكثر من سبعة الاف سنة التقدم تقدمت مصر في جميع المجالات العلوم الفنون الادب كل المجالات مصر حصلت فيها على تقدم هائل قبل الحضارات الاخرى بعد توضيح خصائص الحضارة المصرية القديمة نجد هناك مجموعة من نواتج التعلم 1- نستنتج أهمية الموقع الجغرافي في بناء قوة الدولة اقتصاديا 2- هناك علاقة قوية بين ملوك الدولة الحديثة وخصائص الحضارة المصرية القديمة 3- إدراك أوجه التشابه بين خصائص العصر المتأخر وخصائص العصر الحديث بعدما بنعمل نواتج التعلم بنعمل إيه؟ بنطبق يلا بينا على طول على الأسئلة بتاعتي سؤال 1 اتسمت الحضارة المصرية القديمة بسمة التواصل الحضاري مع الدول المجاورة الحدث الدان على هذه العبارة حروب تحتمس الثالث ضد حلفاء سوريا حروب رمسيس الثاني ضد الحيسيين رحلات حدشبسود إلى بلاب بونت حروب أحمص ناعة الهكسوس الإجابة هي البديل جيم حيث قامت الملكة حدشبسود برحلات تجارية إلى بلاب بونت لتقوية العلاقات سؤال 2 أكثر الجهات التي توسعت فيها الإمبراطورية المصرية القديمة هي الشمالية الشرقية الشمالية الغربية الجنوبية الغربية ولا الجنوبية الشرقية برافو عليكم الإجابة هي البديل رقم ألف حيث انتصر الملك تحطمس الثالث على أمير قادش في معركة مجدو في سوريا عشان كده بنقول إن أكثر الجهة التوسعة هي كانت الشمالية الشرقية وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة خلي بالك إن الدرس كان موجود على جزئين ملامح الحياة المصرية القديمة رجعهم كويس طبق عليهم كويس أشوفكم على خير الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة